موسيقى ساعة على بدء تنفيذ الغدنة في غزة وترقب فلسطيني إسرائيلي لإطلاق صراح الأسرة صفقة تبادل الأسرة تبدأ بالإفراج عن 13 أسيراً إسرائيلياً ومصر تستعد لاستلامهم في معبر رفح تمهيداً لترحيلهم موسيقى الجيش الإسرائيلي يقيد حركة الشاحنات وتنقل السكان من جنوب قطاع غزة إلى شماله أثناء الغدنة موسيقى موسيقى مرحباً بكم مجدداً مشاهدين الكرام إلى هذه التغطية المتواصلة من الحدث لتطورات وتدعيات الحرب في غزة إذن ساعة ويدخل اتفاق الهدنة في غزة بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ في الأثناء كشف مصدر أمني مصري لوكالة أنباء العالم العربي تفاصيل عملية تبادل الأسرى والمحتجزين بين حماس وإسرائيل وذلك ضمن اتفاق الهدنة المرتقبة والتي ستستمر لأربعة أيام المصدر المصري أوضح أن الصليب الأحمر سيتولى نقل أسرى إسرائيل المحتجزين لدى حماس إلى السلطات المصرية عند معبر رفح الحدودية والتي ستقوم بدورها بنقل الأسرى إلى الجانب الإسرائيلي عبر معبر كرم أبو سالم الحدودية وأشار المصدر المصري إلى أن بلاده ستستلم من إسرائيل الفلسطينيين المفرج عنهم ومن ثم ستنقلهم إلى الصليب الأحمر والهلال الأحمر الفلسطيني عبر معبر رفح كشفت مصادر لقناة الحدث أنه سيتم إطلاق صراح الأسرى للفلسطينيين التسعة والثلاثين من سجون مجدو والدامون وعوفر ضمن اتفاق التهدئة الذي سيبدأ من صباح اليوم لمدة أربعة أيام ستنطلق الحافلات من سجني الدامون ومجدو وسيتمركز جميع الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم في سجن عوفر وفقا للمصادر ومن هناك سيغادرون بحافلة للصليب الأحمر وتنزلهم معا بالقرب من حاجز بيتونيا داخل أراضي الضفة الغربية مصادر الحدث أكدت أيضا أنه إذا تم إطلاق صراح أسرى من القدس الشرقية فسيتم إطلاقهم في أراضي القدس ولم تحظى المصادر بقائمة أسماء الأسرى الفلسطينيين المرجح الإفراج عنهم في حين من المتوقع أن يكون سجناء المفرج عنهم من النساء والمراهقين دون سن الثمينة عشر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أكد وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان لنظره البريطانية جرانت شابس وأكد ضرورة الوقف الشام للعمليات العسكرية وحماية المدنيين وأدخل المساعدة الإنسانية لقطاع غزة وزير الدفاع السعودي وفي منشور على منصة اكس أوضح أنه ناقش خلال اتصال هاتفي مع نظره البريطاني التطورات في قطاع غزة والمسجدات الإقليمية والدولية عرب المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة عرب عن أمله بأن يتم توفير التدابير الأمنية والضمانات اللازمة التي تمكن الصليب الأحمر من إنجاح دوره كوسيط محايد ووفقا لما نقلته وكالة أنباء العالم العربي عن الناطق باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر فإن اللجنة مستعدة لممارسة دورها الإنساني طبقا لاتفاق الهدنة المرتقبة في قطاع غزة هذا وأعرب الناطق باسم الصليب الأحمر عن أمله بأن تستمر الهدنة لفترة أطول للوصول لأكبر عدد من المحتاجين في قطاع غزة إلى ذلك قال مسؤول فلسطيني لوكالة رويترزن الاتفاق الذي تم التواصل إليه بين إسرائيل وحماس بشأن إطلاق صراح خمسين من المحتجزين في غزة مقابل إطلاق صراح مئة وخمسين فلسطينيا معتقلين لدى إسرائيل سيتكرر في وقت لاحق من هذا الشهر وأوضح المسؤول أن هذا سيعني إجمالا إطلاق صراح مئة من بين نحو مئتين واربعين احتجزتهم حماس خلال هجومها في السابع من أكتوبر الماضي وأضف أنه في المقابل ستطلق إسرائيل صراح ما مجموعه ثلاثمائة معتقل فلسطيني في عمليتي التبادل طالب وزير الدفاع الإسرائيلي أفغالاند جنود بلاده بتنظيم صفوفهم والاستعداد لمواصلة القتال مشيرا إلى أن الهدنة ستكون قصيرة وبعدها سيكون هناك اقتتال شديد على حد وصفه ستكون هذه هدنة قصيرة والمطلوب منكم في هذه الهدنة تنظيم صفوفكم وإجراء البحث والتسلح والقيام بكل شيء من أجل الاستعداد لمواصلة القتال وسنواصل ذلك في تقديري أننا في الشهر أو الشهرين القادمين على الأقل في ديسمبر ويناير وربما بعد ذلك سيكون هناك قتال شديد كما هو الوضع الآن وفي مواقع أخرى قد يكون أشد أعلن ناطق باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفخي أدريعي على حسابه في موقع إكس أن القوات الإسرائيلية ستتمركز عند قطوط وقف إطلاق النار داخل القطاع مع بدء سريان الهدنة وأكد أدريعي أنه لن يسمح بأي شكل بتنقل السكان من جنوب القطاع إلى شماله أثناء التهدئة كما شدد أدريعي على أنه أيضا لن يسمح بالتنقل غير المنصق للشاحنات من جنوب القطاع إلى شماله أثناء الفترة ذاتها وصفت الأمم المتحدة الهدنة الإنسانية في القطاع بالفرصة للبدء بإصلاح البنية التحتية والوصول إلى المحتاجين خصوصا في شمال القطاع المفاوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئنا الفلسطينيين أونروا فليب لازريني أوضح أن الوضع الإنساني بغزة أصبح أسوأ بشكل لا يوصف مع استمرار نزوح مئات الآلاف مشيرا إلى أن الوكالة تصدف أكثر من مليون شخص في مدارسها ومنشئاتها في مختلف أنحاء قطاع غزة قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو أن إسرائيل ستقدم الدعم الإنساني إلى أهالي غزة في حال نزوحهم إلى جنوب القطاع خصوصا وأن الشتاء على الأبواب وسط عدم بناء مأوى لهم من قبل الأمم المتحدة على حد قوله عندما يذهبون إلى الجنوب سنقدم لهم الدعم الإنساني هناك حوالي 150 شاحنة تدخل الآن وربما يصل العدد إلى 200 وأكثر حيث تحمل هذه الشاحنات الغذاء والدواء والماء لم أرى بعد الجهد الذي أود رؤيته من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لبناء مأوى للنازحين الشتاء على الأبواب ولا يوجد سبب لعدم بناء عشرات الألاف من الخيام في المنطقة الأمم المتحدة لم تدخل إلى المنطقة الآمنة وهذا شيء صادم وقبل موعد بدء الهدن الإنسانية قتل وأصيب العشرات من الفلسطينيين في غارات إسرائيلية استهدفت شمال القطاع ووسطه حيث جرح العشرات بقصف استهدف مدرسة لأونروا بمخيم جباليا بشمال غزة وفي وسط غزة قتل القصف أربعة عشر شخصا بعد استهداف المقاتلات الإسرائيلية لمخيمي لبريج ونصيرات أما في جنوب غزة فقتل ثلاثة أشخاص وأصيب آخرون بغارة استهدفت منزلا في منطقة شرق خان يونس وفي الجنوب أيضا قتل ستة أشخاص بقصف استهدف منزلا شرق مدينة رفح في الضفة الغربية انفجرت عبوات الناس فزرعها شبان فلسطينيون بعدد من آليات الجيش الإسرائيلي التي اقتحمت بلدة رمان غرب مدينة الجينين وفي الضفة أيضا أصيب شاب فلسطيني خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية التي اقتحمت بلدة بيت فوريك شرق نابلس وفي الخليل جنوبا فاندلعت مواجهات بين شبان وعناصر من الجيش الإسرائيلي التي أقدمت على اقتحام قرية الطبقة والاعتداء على ممتلكات سكانها أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن الجيش الإسرائيلي قصف أبواب ومحيط المستشفى الاندونيسي في شمال قطاع غزة وأضافت الوكالة أن الجيش قطع أيضا الكهرباء عن المبنى قال الجيش الإسرائيلي أنه قتل ما وصفه بقائد القوى البحرية لحماس والذي يدعى عمار أبو جلال في غارة جوية على خان يونس جنوبية القطاع وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيان له أن القيادي الذي تم استهدافه في خان يونس شارك بتوجيه العديد من الهجمات البحرية ضد إسرائيل اتهمت منظمة أطباء بلا حدود إسرائيل بتعريض سكان قطاع غزة للقصف المكثب وذلك بعد إجبارهم على النزوح إلى جنوب القطاع المنظمة أوضحت في منشور الله على موقع إكس أن فرقها الطبية تحاول جاهدة معالجة العشرات من مصابي القصف بقسم الحروق في مستشفى ناصر والذي اكتظت ممراته بالموصابين والنزحين شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على رفضه لتهجير الفلسطينيين إلى مصر مؤكدا أن هذا الموضوع هو خط أحمر وأن بلاده متمسكة بحقوق الشعب الفلسطينية أكدنا للجميع الموقف المصري الرافض والحاسم لمخططات تهجير أشقائنا الفلسطينيين قصريا سواء من قطاع غزة أو الضفة الغربية إلى مصر والأردن لكن الأمر في القطاع وفي الضفة الغربية أمر مختلف إذا تركها أهلها فلن يعودوا لها مرة أخرى عشان كده مصر بتقول أن التهجير بالنسبة لنا خط أحمر خط أحمر من واشنطن هذه المرة ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ طارق الشامي أستاذ طارق مرحبا بك دائما معنا على شاشة الحدثة واشنطن كانت تربط في البداية موضوع الهدنة واليوم تم التوصل إلى تهدئة ستدخل خلال قل من نصف ساعة من الآن في غزة وهذا الأمر ما زال يأتي ضمن ضغوط من يساريه الديمقراطيين على بايدن لوقف إطلاق النار هل هذا الأمر ممكن ولماذا؟ تحياتي لك أولا بالتأكيد ممكن في ظل الضغط الذي يمارسه ليس فقط اليسار في الحزب الديمقراطي وإنما أيضا شباب الحزب الديمقراطي والديمقراطيون عمتا هناك نسبة كبيرة جدا الآن تضغط ولا توافق على سياسة الرئيس بايدن وهو ربما استشفى أن استمرار المواقف المتعنتة أو المؤيدة لإسرائيل على إطلاقها من شأنها أن تلقي به إلى خارج الصباق الانتخابي وقد يخسر الانتخابات لأن عندما تتحدث عن 70% من فئة الشباب في الحزب الديمقراطي يرفضون هذه السياسة فهذا أمر جلل من شأنه أن يوقع الرئيس بايدن في ورطة في الانتخابات لذا أعتقد أن هذا هو أحد الدوافع الرئيسية التي جعلت الإدارة الأمريكية تدفع في إمكانية إطلاق سراح الرهائن وتحقيق هذه الهدن الواحدة تلو الأخرى الهدن الأولى هذه التي ربما تبدأ بعد ساعات قليلة هي بالتأكيد ستكون دافعا لمزيد من المفاوضات وربما الاتفاق على هدن أخرى خاصة وأن هناك تسعة أمريكيين تهتم بهم الولايات المتحدة بالتأكيد أكثر من باقي الرهائن هي تهتم بالجميع لكن الأمريكيين لهم أيضا أهالي موجودون هنا في الولايات المتحدة وهي تضغط من أجل الإفراج عنهم من غير المعروف هل هذه الدفعة الأولى ستشمل ثلاثة أو أربعة أو أكثر من الأمريكيين أم سيكون هناك ما زال المزيد من المحتجزين الأمريكيين لدى حماس في غزة طب أستاذ طارق مثلما تفضلت منذ قليل وقلت أن هناك خوف على وفقا لستطلاعات الرأي بالطبع على حياة بايدن السياسية ما الذي يمكن أن يضغط عليه حياته السياسية على المحك وفقا لستطلاعات الرأي ما الذي يمكن أن يضغط عليه أكثر من أجل أن يصل إلى وقف لإطلاق النار يعني في الحقيقة هناك تنوع في فكرة رفض السياساته التي انتخذها في هذه الأزمة وهذا الصراع هناك على الرغم من أنه فريق كبير من الديمقراطيين يعني يرفضون هذه السياسة لكنهم لم يعلنوا بوضوح أنهم يريدون وقف لإطلاق النار الذي أفصح عن ذلك هو سيناتور واحد فقط في مجلس الشيوخ ونحو 14 أو أكثر بقليل في مجلس النواب هؤلاء فقط هم الذين طالبوا بوقف إطلاق النار لكن التركيز الأكثر هو المطالبة بتوفير المساعدات بعدم استهداف المدنيين بعدم سقوط ضحايا لكن الاتفاق هو أن حماس لا يجب أن تستمر في وجودها في إدارة قطاع غزة وبالتالي أعتقد أن هذا هو ما يشجع الرئيس بايدن على الاستمرار في محاولة إحداث هذا التوازن بين إدخال المساعدات وتحذير إسرائيل من تحقيق مأساة إنسانية كبيرة تؤدي إلى مزيد من الضغوط عليه وبين إعطاء الضوء الأخضر للاستمرار في القتال للضغط على حركة حماس أعتقد أنه ربما كانت هناك في المفاوضات التي جرت بشأن الهدنة تلك تكون مقدمة لإمكانية الضغط أكثر على حماس لإقناعها حتى من قبل الدول العربية لإقناعها بأن تفعل ما فعلته منظمة التحرير الفلسطينية عام 1982 حينما غزت القوات الإسرائيلية لبنان ووصلت إلى بيروت واضطر ياسر عرفات إلى الخروج بمساعدة القوات المصرية إلى تونس أعتقد أنه سيناريو مماثل ربما يطرح على حماس حينما تشعر أنها في وضع صعب وأنه الطرف الآخر وهو إسرائيل مستمرة في القصف وفي استهداف مزيد من الناس هذا يتوقف على حماس بالتأكيد يتوقف أيضا على الأطراف العربية التي تتوسط مصر وقطر وربما دول عربية أخرى لكن الفكر الرئيسي هنا هو أن الكرة بيد حماس وهي التي تقرر في النهاية ما إذا كانت تقبل هذا الأمر أم أنها ستواصل القتال بأي تمام لو عدنا قليلا أستاذ طارق في ما يخص العلاقة الأمريكية الإسرائيلية من ضمن البنود في التهدئة أو المطالبات عفوا هو عودة النازحين من الجنوب إلى الشمال هذا طلب أمريكي وطلب أمريكي أيضا وتجديد على رفض التهجير القصري لكن إسرائيل ترفض هذا الأمر كيف يمكن أن نصف هذه العلاقة بين تل أبيب وواشنطن يوما بعد آخر يعني العلاقة ما بين شد وجذب يعني ليس هناك خلاف في كل القضايا وليس هناك توافق في كل القضايا لأن الأمريكيون يدركون أن الإسرائيليين مدفعون بحالة ثورة وغليان ورفض ويحاولون هدم غزة على من فيها ومن يعوق ذلك هما الأمريكيون وهم يعني يحاولون وضع مكابح على التصرفات الإسرائيلية كلما يعني استلزم الأمر ذلك أعتقد أنه الولايات المتحدة حينما تتحدث عن رغبتها في عودة السكان هي لا تتحدث ربما عن اللحظة الرائنة لأنه شمال غزة معظمه دمر وليس من السهل عودة السكان الآن لأن الحرب مستمرة كيف يعود والدبابات في الشوارع والقتال مازال مستمرا وحركة حماس حتى في الشمال لم يتم القضاء عليها بالكامل هناك قتال يجري بين حين وآخر في بعض الأماكن وبالتالي من الصعب يعني أن يعود السكان من الجنوب إلى الشمال خصوصا في وجهة نظر الأمريكيين والإسرائيليين وأن الحرب مستمرة قد تستمر لعدة أسابيع أو عدة أشهر حسب ما يقول الإسرائيليون وقد يكون هذا مجرد ضغط عسكري وضغط سياسي كي تقبل حماس بحلا آخر ربما تجد فيه مخرجا لها وحفاظا على المواطنين الأبرياء في غزة الذين هم في واقع الأمر هم الذين يدفعون الثمن وهم الذين هدمت منازلهم وهم الآن مشردون في جنوب قطاع غزة في ظروف صعبة للغاية تجعل الجميع ربما يضغط على حماس أكثر كي تقبل بخروج بأي شكل كان من جنوب قطاع غزة شكرا لك على كل هذه الإضاحات والمعلومات كنت معنا من واشنطن الكاتب المحلل السياسي الأستاذ طارق الشامي تحية إليك قالت فصائل مسلحة عراقية أنها قصفت القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي في سوريا بمسيرة عقب أعلانها في وقت سابق قصف قاعدة أمريكية أخرى وأضافت الفصائل العراقية في بيان لها أن المسيرة أصابت هدفها بشكل مباشر وكانت أعلنت سابقا أنها سدفت القاعدة الأمريكية بحقل كونيكو في ريف دير الزور أفاد مراسل الحدث في العراق بأن طائرات مسيرة سهدفت قاعدة عين الأسد التي تصدف قوات أمريكية غرب محافظة الأمبار وكانت فصائل العراقية مسلحة أكدت أنها قصفت القاعدة الأمريكية في حقل كونيكو نفطي في شرق سوريا بالصواريخ قائلة أنها أصابت أهدافها بشكل مباشر وأوضحت أن القصفة الذي سهدف القاعدة يأتي ردا على موصفتها بالجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق سكان قطاع غزة في لبنان وفي أكبر عملية إطلاق للصواريخ منذ بدء التصعيد سهدف حزب الله قاعدة زيتيمة الإسرائيلية قرب مدينة صفت بـ 48 صاروخ كاتيوشا وأصبها بشكل مباشر وفق بيان للحزب الذي شيع ستة من مقاتليه بينهم نجل رئيس كتلته البرلمانية وذلك بعد مقتلهم بنيران إسرائيلية في الجنوب الذي يشهد تصعيدا متفاقما يوما بعد آخر منذ اندلاع الحرب على غزة وتزامن هذا التشيع مع إعلان الحزب شن أكثر من 15 عملية عبر الحدود مستهدفا مواقع إسرائيلية هذه هي البلدات والمستوطنة الإسرائيلية مع جنوب لبنان التي تشهد تصعيدا غير مسبوق خلال هذه الأيام دخان يتصعد هنا بعد سقوط عشرات الصواريخ التي وصفت بالأكبر مستهدفة قواعد عسكرية إسرائيلية في المنارة والمطلة وصفد وزرعيت وشلومي الجيش الإسرائيلي رد بالمدفعية وطيران الحربي مستهدفا مواقع لحزب الله وعناصره إذا حسن نصر الله قرر الاستمرار في القصف على إسرائيل من خلال إطلاق قذائف صاروخية فسوف تكون ردود فعل إسرائيل قوية وإذا التصعيد كان بقوة أكبر فهذا سوف يؤدي إلى مواجهة وصراع أكبر وأصعب بين إسرائيل وحزب الله هدنة وقف إطلاق النار لتبادل الأسرى على ما يبدو أنها من غير المراجح أن تشمل الجبهة الشمالية بحسب مراقبين عسكريين الملامح غير واضحة ما إذا كان حزب الله سيلتزمه أيضا بهذه الهدنة لا يوجد أي مانع لدى إسرائيل للتصعيد بما أن الجيش الإسرائيلي مستعد بقوات كبيرة جدا على الحدود مع لبنان ويوجد أكثر من مئة ألف جندي وغالبية القوات الجوية الإسرائيلية جاهز لمهمة مهاجمة لبنان في حال أي تصعيد أكثر من ستين ألف النزح من هذه المستوطنات الشمالية رافضين العودة لها إذا لم يقف حزب الله عن استهدافها نقف هنا عند هذه الحدود التي تغلي على صفيح ساخن بعد أن صعد الجانبين الإسرائيلي وحزب الله من هجماتهم التي وصفت بغير المسبوقة فيما لا تزال الصورة ضبابية من موقف هذه الجبهة من الهدنة رفع السعد الحدث من الحدود الشمالية الإسرائيلية مع جنوب لبنان التغطية متواصلة لتطورات الحرب في غزة وتحديداً موضوع التهدئة التي ستدخل خلال دقائق هذه تحية إلى اللقاء لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على سر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر